اشتركوا في القناة القمر اليوم رح يتنقل ما بين الحمل والثور هو في منزلة الثورية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد غير مناسبة لإظهار أي شيء يعني من الأسرار هو مناسبة للسر يعني اللي بدو يحفظ سر الفترة هاي ممتازة جدا وهي برضو جيدة للكتمان ولإخفاء الأمور وحتى للي بدو يدخر أشياء بعيد عن أعين الناس برضو الفترة هاي مناسبة جدا طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة من هذه الليلة من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بذل من مواجهة الحاضر بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى ساعات الفجر تقريبا فرح يستمره لغاية الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيش وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر رح ينتقل ويكون تماما هو في برج الثور ويشكل أول زوايا ساعة وحدة ونص فجرا وبما أن القمر رح يكون في الثور معناته منشعر بالحذر أكثر ومنميل المحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في هذه الفترة أو في وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعدها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر والزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة 6 و 22 دقيقة صباحا وهي بتأجج العاطفة تجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وأورانوس رح تكون في تمام الساعة 12 و 51 دقيقة بعد الظهر وبما أنه حكينا كوكبين بطيئات عطارد وأورانوس معناته هاي الزاوية لها تأثير تقريبا خمس أيام ورح يستمر طبعا في الأيام الماضي كنا نذكر هاي الزاوية وتأثيراتها إنه إلها بلشت هي من خمس أيام ثلاث أيام كان تتصاعد الأمور فيها غدا أو اليوم رح تكون أوج الزاوية هاي وبما أنه نحكي عن عطارد معناته هاي إلها علاقة بالفكر بالمواصلات بالاتصالات إلها علاقة بالأمور أو الأحداث اللي إلها علاقة بالصحافة بالأشياء هاي أورانوس طبعا إلها علاقة بالمفاجآت وإلها علاقة بالأحداث وهي الشغلات المفاجئة ولكن بأحداث بتكون سلبية بما أنه زاوية التربيع فمعناته بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل للمسائل كما أنها شوي تجعلنا عصبيو المزاج ومنرتكب الأخطاء والتهور وكمان وقتها غير صالح لأمور إلها علاقة بالشراكات أو الشراكة ما بتعتمدوا على الحدث في هاي الفترة أما سياسيا فهي بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في البلاد وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة باتجاه الأحزاب اليمينية ممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل أو أمور إلها علاقة بالحرائق برضو ما ننساش إحنا المريخ بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حريات التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافي والكتابي للمتابعة القضائية أو الاعتقال برضو بتدل على الحوادث اللي إلها علاقة بوسائة النقل بشكل مفاجئ سيارات طائرات سفن قطارات يعني أي شيء إلو علاقة في هاي الأمور أو بيرتبط في هاي الأمور بيكون إلو أي شيء بعلاقة بالحوادث اللي تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتيران إيجابية بين القمر وأورانوس راح تكون في تمام الساعة 11 و4 دقائق مساء وهاي زي ما حكينا إيجابية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك القمر بما أنه موجود في الثور معناته خلوة المسار القادم بيكون يوم 12-8 راح يكون في تمام الساعة 7 و54 دقيقة صباحا بتوخيط جرينيتش وراح يستمر لغاية الساعة 41 و45 دقيقة عصرا لا ينتقل القمر بعدها للجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع 21 يوم في تمام الساعة 28 و27 دقيقة بتوقيت جرينيتش مساءا بيصبح 22 يوم نسبة الإضاءة 58 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في الحمل والثور حتى يوم 12 ثمانية المزاج منتحس عطارد في الأسد حتى يوم 20 ثمانية المزاج منتحس بسبب زاوية التربيع الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاج منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه ممتزج أورانوس في الثور ركزوا معي أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية يعني مش ضايله أيام يعني بلشت تأثيرات أو البطوء تاعه لعملية التراجع فعشان هيك المزاج تاعه رح يقلب لمنتحس ورح يصير في أحداث مفاجئة بالفترة القادمة أكثر بسبب انتحس أورانوس وتراجعه نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة وعشرين 11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا أنتو اليوم عندكو نشاط عالي جدا برضو اليوم مشحونين أنتو بطاقة قوية الوضع النفسي عندكو أحسن من الأيام الماضية يعني بلشت الأمور تستقر بشكل إيجابي رغم أنه المريخ بشكل زوايا التربيع هاي بتأثر بس على عملية الانفعال على عملية العصبية على عملية التردد عملية اتخاذ القرارات اللي بتكون شوي متسرعة أو فرض الرأي أو السلطة أو التمرد على الأشخاص اللي موجودين حواليكو شوي ممكن تعاني من بعض الاستياء أو التقلبات في من ناحية مزاجية ولكن إجمالا هي بتعطيك جراءة تعطيك قدرة على التنفيذ وسرعة بديها عالية بتساعدك في كثير من الأمور وبما أنه القمر رح ينتقل للثور فهنا الفترة هاي أو من فترة ساعات الصباح بصير يوم بيحمل معاه فرص لها علاقة بالوضع المالي أو تحسين الوضع المالي بتكون في مفاجأة بتدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم إشي أنك تتشجع ممكن في الفترة هاي تعالج مسائل إدارية وتمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية ولكن الأهم أنك أنت ما تتسرع في عملية الصرف أو البذخ في أمر الفلوس وبدأك تحافظ على مقتنياتك من السرقة أو الضياع أو الإسراف أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات إلك نوع من أنواع التعامل رح يكون مع أخ أو جار صحيح أنه في الأيام الماضية خاب أملك في مسألة بتتعلق في أحدهم أو صار في ملاسنة أو في شوية هيك أشياء سلبية ما بينك وبين أخ أو جار ولكن أنه اليوم الأجواء بتصير أحسن شيئا ما ممكن تحمل مصالحة أو لقاء أو دعوة أو مناسبة مثلا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء أحسن وأحسن على وضع البيت فاليوم ممكن تهتم بأمور منزلية بشكل واضح تماما ممكن يكون لك فيه اهتمام عائلي أو لقاء عائلي أو نقاش حول مسألة معينة أو لمة عائلية مثلا أو أمور بتتعلق في مسائل كسؤال أو استفسار أو نشاط على مسائل إلها علاقة بالعقار أو إلها علاقة بالسكن أو إلها علاقة بشغلة أرض أو بيع أرض أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا بما أنه عطارد بشكل زاوية حكينا عنها تربيع اليوم فنننسى وضع الشمس شوي لأنها هي بتعطيك إيجابية على مستوى الحضوض وعلى مستوى العاطفي وممكن تدعم وضعك العاطفي شوي ولكن عطارد بسوي تقلبات بالمزاج وبرضو بسوي أخطاء وهفوات فممكن تخطأ بكلمة أو بشغلة أو بتصرف أمام الحبيب فهذا الإشي يزعجه أو يخليك في موضع أنك أنت حساس جدا فممكن ما تكون مركز أو أنه مثلا يتشتت الفكر عندك وتعصب وتحتد من تصرفات أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو بقوة اليوم تعمل نوع من أنواع الاندماج بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بشيء بيتعلق بالعمل ولكن ما بننصحك بأي شراكة بالفترة هاي وأي ورق بدك توقع عليه بدك تركز بشكل جيد وبرضو فيه نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع في بيت الشراكة تقريبا بنقدر نحكي إنه إيجابي فممكن اليوم يكون فيه حوار أو معاملة أو أشياء لها علاقة بقضية أو إشيء له علاقة بمراجعة للمراكز المعنية زي وثيقة أو توقيع ورقة أو اهتمامات بمراسلات برضو بتدعم من وضعك مع الشريك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتدعم العلاقة ما بينك وبين شركاء المال ولكن زي ما حكينا ما تدخل بشراكة جديدة أو موضوع إلو علاقة بشراكة حاول إنك تركز على أمورك المالية ركز على أمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو تحويل أو عملة ولكن ما تغامر بالأمور الاقتصادية والتلاعب بالمضاربات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو بالمراسلات أو باهتمام بمسألة فلسفية أو دينية أو سياسية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت السمعة فهاي شوي بتعزز بعض النقاط إلك ولكن بدك تنتبه إنه صحيح إنها بتدعمك على مستوى العمل وعا مستوى السمعة ولكن ما تعطيك مجال للمغامرات أو المجازفات اللي ممكن تكون سلبية أو تحدث بعض الخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وما تجازف بسمعتك مهما كانت الظروف يعني بمعنى آخر بدك يتركز بشكل كبير بعيدا عن المغامرات ومخالفة القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يصير فيه لقاء بيجمعك بأحد الأصدقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء أو ممكن هم يفجؤوك ويجي يزوروك خلال اليوم فممكن إنه تسعد بلقاءهم أو تواصلك معهم أو تستشير في مسألة معينة ويساعدوك برضو بدورهم أما بالنسبة لبيتك 12 فهو شوي بخليك يظلك يعني هو إيجابي بيساعدك على مسائل إلها علاقة بالعمل بالصحة بتسترد عافيتك شوي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى العمل ولكن ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أكثر وممكن تحمل لك نوع من أنواع الزيارات أو القلق برج الثور طبعاً بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتصير الفرصة أكثر أو ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط أهم إيش أنكوا تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر في هاي المرحلة لما بكون موجود عندكم بيعطيكم شغلة مميزة واستثنائية بدعوك الجو لبذل الجهد من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم يعني تعتبر من الفترات الأفضل خلال هذا الشهر وخصوصاً أنه ما يليها من أيام برضو بتكون لصالحك أهم إيش أنك بالفترة هاي تأخذ المبادرة وكون شجع أما بالنسبة لبيت المال فهم نقول لك أنه أورانوس اليوم بيحدث بعض المشاكل أو المصاريف أو الاهتمامات المالية ممكن تخسر فلوس أو ممكن أنك تصرف فلوس في غير مكانها أو تتسرع بمشتريات يعني مثلاً تروح تشتري لنفترض قلم أنت بحاجة لقلم ممكن تشتري أربعة أو خمسة يعني بتبالغ في مشترياتك بتبالغ في أحداثك ممكن على مستوى خضرة تروح بدل ما تشتري حب التفاح بتشتري ثلاث كيلو تفاح يعني الرقم الأكبر هو اللي بيكون ظاهر فهذا نسميه من باب التفذير فحاول أنك تأخذ احتياجاتك وتحاول تقمع الرغبة في المشتريات أو الصرف في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً يعني إيجابية شوي من ساعات الصباح بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات واللقاءات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو داخله ممكن تكثر عندك الاتصالات بشكل كبير أو مفاجئ خلال هذا النهار أو رغبة بالتواصل بتكون عالية جداً وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جهر الأهم أنك تمسك أعصابك من ردات الفعل والتقلبات بالمزاج والتحسس من بعض التصرفات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة فممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالبيت أو بالعقار أو بالمشتريات أو اهتمامات منزلية في باب معين ممكن تغيير ديكور أو تصليحات ترميمات أو مشكلة عائلية أو نقاش في مسألة معينة يعني حاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك وما تهول الأمور وما تنفعل وتعصب يعني حاول أنك تكسب الأشياء بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بدك تحضر على المستوى العاطفي يعني ممكن شوي أنه تظهر بعض المسائل تحدث بعض التقلبات على المستوى العاطفي خلال هذا النهار حاول أنك ما تتحسس وما تدخل بنقاشات حادة وما تكبر الأمور وتصاعدها يعني حاول أنك تستغل الأمور بنوع من أنواع تلطيف الجو من ساعات الصباح الأجواء بتصير فيها إيجابية وفيها رغبة للتواصل مع الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا روتينية على مستوى العمل يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أو مراجعات طبية أو ممكن تشعر ببعض التوترات الصحية ولكن إجمالا الأجواء بتدعمك خلال هذا النهار في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت السابع فهنا شوي بدك يتركز لأن بيت الشراك اليوم حساس شوي فممكن سوء تفاهم أو خلاف أو مسألة تطلب نوع من التركيز أكثر أثناء تعامل مع الشريك أو تعطي نوع من أنواع الاهتمام أهم إش إذا كان عندك قضية أو عندك أوراق قانونية حاول أنك تكون جاهز ومستعد وما تحاول أنك تتلاعب بالقوانين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور العلاقة بالأموال المشتركة فممكن تحقق بعض الإنجازات أو الاهتمامات ولكن ما تبالغ في أمور العلاقة بالمال انتبه لأموالك من الصرقة أو الضياع وحاول أنك ما تكفل حد في الفترة هاي وما تدين حد لأن الأمور مش لصالحك يعني مش دعميتك فممكن تخسر فلوسك أما بالنسبة للبيت التاسع فحاول أنك تمسك عصبيتك أثناء تعاملك مع أشخاص خارج البلاد أو بأمور علمية ما تتسرع بامتحانات ما تتهور وتقدم امتحانات بدون دراسة أو تركيز ممكن تفتح لك هاي الفترة خلاف أو نقاش أو حوار على مستوى مسائل لها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك ممكن تستاء من تصرف أحدهم وممكن تكبر الأمور بشكل مفاجئ أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى العمل أو زملائك أو رؤساك بالعمل بشكل جيد وتدعمك برضو بقوة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وممكن شوي تستاء من تصرف أحدهم أو تتوسوس بأنه في حد بتآمر عليك أو بتلسن عليك أو بيستغيبك أو بنم عليك حاول أنك ما تحكم على المسألة بدون دليل أو بيّنة حاول أنك تنشط اجتماعياً وتدعم من علاقتك ما بينك وبين أصدقائك أو معارفك وما تخلي الفجوة تكبر ما بينكم برضو هذا جيد لأمور العلاقة بتعزيز السمعة فممكن تلجأ لبعض الأصدقاء لا استشارته أو لم شاورته في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بدك تحذر من بيت المتاعب لأنه برضو بيخلي فيه أشخاص بتتآمر عليك أو أشخاص بتحاول أنها تكيد لك بالفترة هاي في عدو خفي يعني ممكن يظهر بهاي الأيام بدك تكون حذر ما تدخل على ماكن مشبوهة ولا أماكن خطرة وانتبه لصحتك من بعض التقلبات برج الجوزاء بالنسبة للبيت الأول معروف أنه النفسية عندك اليوم أحسن شوي من الفترة الماضية ولكن أنه بدك تحاول أنك تستغل بعض النقاط الإيجابية خلال الفترة هاي لأنه بما أنه القمر رح ينتقل للدور يعني بيت متاعبك فعشان هيك شوي رح تحس أنه الأجواء اختلفت معاك من ساعات الصباح طبعا رح تظل في نوع من عنواع النشاط ما بينك وبين الأصدقاء أو لقاء الأصدقاء أو الاهتمامات بالأصدقاء لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح أو من ساعات الفجر بيتطلب منك هذا عدم المبالغة في جهدك الجسماني وإن جاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهن على الحدود ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان أهم إيش أنك ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار شوي مشوشة والظروف شوي بتكون مخيبة للآمال طبعا وهذا كله بنعكس على بيتك الأول بيت الشخصية اللي بيخليك شوي تحس بنوع من أنواع التقلب بالمزاج أو بعض التعطيل في بعض المسائل فعشان هيك حاول أنك تركتب مسائلك بشكل عقلاني وشكل جيد ما تبادر بشيء مهم الفترة هاي حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية والمهمة فقط لا غير وحاول أنك أنت تأخذ قسط من الراحة بالفترة هاي وما تبادر بأي نقاش أو حوار أو تبدأ بموضوع جديد بالفترة هاي لغاية ما يوصل القمر لعندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي شوي ممكن تفتح لك بعض المجالات المالية أو الاهتمامات المالية أو تشعر ببعض التحسن على المستوى المالي أو تبادر بخطوة لتحسين وضعك المالي ولكن الأهم أنك أنت ما تبادر بمصاريف زيادة أو أمور مربكة بالفترة هاي حاول تركز بشكل جيد على كل أمورك حاول أنك أنت تستغل الفرص المالية اللي ممكن أنها تتاح لك أو تحسين وضعك أو سداد بعض الالتزامات اللي ممكن تكون عليك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني ممكن أنها تشجعك على مستوى الاتصالات ولكن بدك تنتبه أنه عطارد يعني بشكل زاوية تربيع قوية فعشان هيك بيحدث لك لنوع من أنواع التقلب بالمزاج أو التحسس أو الحدية بالطباع وممكن تنشط بحركة بدون تركيز فعشان هيك بدك تنتبه من الإصابات أثناء الحركة وأثناء قيادتك للسيارة ما في داعي للسرعة ولا للتهور لأنه عرضة أنت بتكون للإصابات وللحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة تقريبا في استقرار ممكن عندك رغب اليوم أنك أنت تضل في البيت ما تطلع ما تتحرك ممكن تنجز بعض الأعمال البيتية أو المنزلية أو العائلية أو تهتم ببعض الشؤون الداخلية أو الخاصة فيك كأفراد العائلة مثلا أو أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو على المستوى العاطفي جيدة يعني ممكن تتعزز علاقتك مع الحبيب أو تتلاقى انتويا أو تتقابل انتويا أو تشكيله عن مشاكل معينة يساعدك في مسألة معينة ولكن ما تتحسس أو يكون لك ردات فعل سلبية لأنه أنت الضعيف في الفترة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة ولكن الأهم أنه بما أنه بيت المتاعب عندك مشغول بالقمر فبدك تراقب وضعك الصحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك حاول أنك ما تتغيب عن دوامك وما تتأخر وما تدخل بجدالات أو نقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب ما بينك وبين الشريك أو ممكن يشعر معك أو يساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتساعدك على مستوى الأموال المشتركة ولكن بيأزم عندك أو تقلق من ديون أو قروض أو مطالبات أو ممكن بعض المسائل المالية تكون معقدة أو مربكة خلال الفترة هاي تتطلب منك جهد كثير ومراجعة بعض الأوراق أو أمور بنكية أو أمور إلها علاقة بالتأمينات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والدراسة والاهتمامات بالمراسلات أو أشخاص خارج البلاد ولكن أهم إشي أنك ما تعلق أمالك على شيء لأنه سهل جدا أنه يتعطل مسألة معينة أو تتأجل أو تلتغي بالفترة هاي إذا كان عندك امتحان حاول أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فمنشوف الأجواء تقريبا أنه بتساعدك في بعض النقاط اللي إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بمراسلات أو بتعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن يبادروا بنقطة معينة أو يساعدوك في مسألة معينة أو يعني يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما يعني تحاول أنك تتردد بطلب المساعدة أو المشورة بالفترة هاي يعني الأجواء بتدعمك وبتساعدك وممكن يظهر مين يساعدك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فزي ما حكينا بظل النشاط موجود لغاية ساعات الصباح ما بينك وبين أصدقائك أو لقاءات أو زيارات أو اهتمامات بالأصدقاء أو تبادل زيارات أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فذكرنا أنه الأجواء سيئة وضغط عليك فانتبه على صحتك وانتبه من تراكم الأعمال وبرضو على صحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا القمر صار يعني في ساعات الصباح بصير في بيتك 11 بيت الأصدقاء بالنسبة لبيتك الأول بيشحنك بطاقة كبيرة على مستوى اللقاءات والاتصالات والحوارات حاول أنك تنجز كل أعمالك بهاي الأيام يعني اليوم وبكرة لأن الأجواء في الأيام القادمة بسيصة للقمر لجوزاء يعني بيت متاعبك ففي فترة ضغط جيتك على الطريق حاول أنك تستغلها بالأيام هاي اللي تكون الأجواء لصالحك اللي تبدأ مرحلة الشهر القادم لمصلحتك وتكون دعملة إليك بشكل أقوى حاول أنك تبعد عن الخلافات وحاول تبعد عن حديت المزاج والتقلبات واستغل الفرص الإيجابية اللي بتدعم من شخصيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالضغط على المستوى المالي عالي جدا يعني المصاريف مقلقة بتحاول ترتب وضعك المالي بطريقة ما في نوع من أنواع القلق أو الخوف على مسألة مالية أو ممكن تظهر بعض المصاريف المربكة خلال هذا النهار حاول أنك أنت تنتبه على أموالك من الضياع أو السرقة أو الاحتيال أو استغلالك في بعض النقاط حاول أنك أنت تنتبه لأموالك ولمصاريفك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص ممكن تنشط بزيارات أو أنه ما تهدى اليوم من كثر ما تستخدم التليفون باتصالاتك فحاول قدر الإمكان أنك تستغل الفترة هذه الأمور المقابلات والمناقشات والتحرك وممكن تحمل هذه الفترة بعض الأمور اللي إلها علاقة بالترويج لأمر معين أو لتوقيع على عقد معين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت ما في أي شيء جديد بتتعامل بشكل روتيني يعني علاقتك ما بينك وبين الأهل أو المحيط تاعك بتكون روتيني ما في أي شيء جديد فممكن تهتم بالأمور المعتاد عليها زي ترتيبات وتصليحات ولقاءات أو اهتمامات عائلية ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وممكن تهتم ببعض المشتريات العادية ولكن أهم مش أنك تبعد عن الخلافات وفرض الرأي مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا نقدر نحيي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين الحبيب فممكن تم تواصل أو اتفاق أو حوار ما بينكم ممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة أخ أو أحد الوالدين أو حوار ما بينك وبينهم للمساعدة في مسألة معينة أو تنصحهم أو تهتم فيهم أو بمشكلة بيعانوا منها فرح يكون لك بعض الاهتمامات الجيدة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى مكان العمل أو على عملك ممكن تنجز أعمالك بشكل جيد أو يكون لك اهتمام بعمل معين وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو طلب المساعدة في مسألة معينة وبعضك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية اللي ما رح تكون مربكة هي ممكن نوع من أنواع التحسس أو شيء له علاقة بالعضلات أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بدك تنتبه ما زالت الأجواء حادة ما بينك وبين الشريك فهاي بتسبب نوع من أنواع التوترات أو التقلبات أو النقاشات الحادة فممكن تحتد الأمور أو تكبر أو تكبر أنت نقاش معين فشوي إنها تحتد الأمور بشكل سلبي ما تصعد بالمشاكل وما تلوم الشريك بالفترة هاي على حسب برجه ممكن يكون مضغوط ممكن يكون عنده بعض الأسباب وممكن أنت بتحاول تنفس غضبك في هذا المكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة أو روتينية على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات بالفترة هاي أو ترتب يعني احتياجاتك المالية الأهم أنه اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو أوراق حكومية أو بعض المعاملات اللي بتتطلب منك تنفيذها أو إجراءها أو تجديدها الأهم برضو زي ما حكينا أنه هاي الفترة بتحمل بعض الأمور السلبية اللي بتتعلق بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو التعارف أو أمور الامتحانات أو الدراسة الجامعية أو أمور إلها علاقة بالتنقلات بالشوارع المفتوحة ممكن اليوم تنشط بأمور إلها علاقة بالدين أو الفلسفي أو السياسي أو نقاش معين على مسألة معينة الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز بشكل جيد وتستعد وما تعتمد على الحظ يعني بدك تبدل شوية جهد عشان تحقق هاي الإنجازات في منك ورح يهتم بمسائل إلها علاقة بقضية أو أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشانيك منقولك لا تجازف ولا تغامر ولا تراهن على الأمان أو على الحظ أنه يحميك فعشانيك ما تدخل بأي مخالفات قانونية بالفترة هاي وحافظ على علاقاتك في مكان العمل ما تتغيب وما تدخل بنقاشات حدي ما بينك وبين المعاونين أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا رح ندخل إحنا على شيء يعني له علاقة ببيت الأصدقاء فأهم شيء أنه من ساعات الصباح بتسعد وفي لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغطات أهمش أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم وتأييد فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي شيء خطير يعني بتقدر تنجز أعمالك ولكن قلنا ببعد عن الخلافات واهتم بصحتك ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو تجامل أحد الأحبة برج الأسد طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم بتكونوا حذرين من تقلب المزاج أو من الحساسية أو من ردات الفعل حاولوا تركزوا بشكل جيد الزاوية اللي رح تتشكل أنتوا عرضة إلها لأنه عطارت صار موجود عندكم وخصوصا موليد العشرية الأولى هذولة أكثر ناس بدهم يكونوا مركزين اليوم هم عرضة للأخطاء وبعض المشاكل أو ردات الفعل السلبية أو بعض الأعطال اللي ممكن يتعرضوا لها أثناء تنقلاتهم أو حركتهم بدهم ينتبهوا من الإصابات ومن أشياء تجيهم بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي جيدة فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب أو دعم معين أو اهتمامات معينة لتكون لصالحكم في بعض الأمور ممكن شوي تنشط بمعض المسائل المالية اليوم لتحسين وضعك المالي أو لا نوع من أنواع المفاوضات لا جدولة أو لا اهتمامات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وبرضو بدعمك على مستوى التواصل يعني اليوم عندك رغبة عالية جدا بالاتصالات ولكن بدك تحذر من بعض الأعطال أو الأخطاء إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء أحسن يعني تقريبا في استقرار على مستوى البيت أو في تقابل أو تلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن تحل مسألة عائلية أو تتناقش على مسألة عائلية أو ممكن يكون لك بعض الاهتمام من داخل البيت لبعض الأمور ممكن عمل منزلي أو صياني أو ترتيب أو ديكور أو مشتريات بيتية أو موضوع عائلي بتحاول أنك تناقش أو تجادل فيه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني شوي فيها نوع من أنواع السلبية أو بتكون مشحون أو حساس شوي ممكن يضامن معك بعض الأحبة ممكن حبيب يحاول يطلاقه معك أو يتواصل معك ممكن أنه اليوم يعني ينفتح شيء أو تكتشف شيء كان مغيب عنك بالفترة الماضية أهم شيء أنه ردات الفعل السلبية التحسس من مواقف معينة يعني حاول أنك تبعد عنها قدر الإمكان وما تحاول أنك أنت تنزعج من تصرفات أحد الأحبة اللي هو أحد من الأبناء أو أحد الوالدين لأنه الفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بنقول لك دير بالك على أمورك اللي إلها علاقة بالصحة وإلها علاقة بالعمل فالفترة هاي بتحمل بعض الأشياء الضغطة أو الأمور الضغطة الصحية اللي ممكن توترك أو تعمل لك نوع من أنواع الاهتمامات ممكن شوي تحس ببعض الالتباس الصحي أهميش أنك ما تتوسوس وما تقلق كثير راجع طبيبك بشكل اعتيادي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي على مستوى العمل حاول تنجز أعمالك مهما كانت الأمور ما تحاول أنك تأجلها وما تحاول أنك تهمل فيها أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة تقريبا الأجواء روتينية يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم على حسب علاقاتكم على حسب الأساس الاجتماعي ما بينك وبين شريك المال وشريك العاطفي وخصوصا ما بين الأزواج أهم شيء زي ما حكينا أنه أنت حساس زيادة الفترة هاي ما تفاقم الأمور أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأجواء على المستوى الأموال المشتركة شوي فيها نوع من أنواع الضغط أو القلق والفترة هاي برضو ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوي تربكك أو تفكر في بعض المصاريف أو بعض المشتريات اللي بتيجي بشكل ضروري واضطراري أهم شيء إذا بدك توقع على عقد تقرأه بشكل جيد تقرأ بنوده تقرأ الأهم التفاصيل اللي موجودة فيه قبل توقيع عليه وبرضو هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد المقربين أو أحد الأحباء صحيا أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى شخص من خارج البلاد ما زالت الأمور برضو بتضغط على أمور العلاقة بالدراسة أو الامتحانات أو المراسلات فشوي ممكن تعصب أو تحتد ممكن تظهر بعض المسائل المربكة ممكن شوي تتسرع في بعض القرارات خلال الفترة هاي راجح حالك أكثر من مرة وحاول أنك تبعد عن المواجهة قدر الإمكان لحديث ما تهدأ الأمور أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا عندك القمر موجود في ساعات الصباح وأورانوس فعشان هيك من ساعات الصباح فترة مناسبة بتكون للي بيبحث عن عمل أو بيرغب إدخال أو تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على صعيد المهني والاجتماعي تحمل نوع من أنواع القلق أو حول أحد أفراد العائلة بتواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم شيء أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في نوع من أنواع الصعوبة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء الروتينية يعني علاقاتك مع الأصدقاء أو تواصلك مع الأصدقاء الروتيني ممكن تنجز بعض الأمور اليوم بشكل جيد وممكن يساعدك بعض الأصدقاء في بعض الأمور أو تكون في نوع من أنواع المعاونة أهم شيء أنك أنت ما تختلق المشاكل أو ما تختلق الحدية أثناء التعامل مع بعض الأصدقاء ممكن تحمل لك لقاء أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعف فهو جيد بيدعمك على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل بس زي ما حكينا بدك تركز بشكل جيد ما في داعي للإهمل برج العذراء طبعا القمر الآن رح يتواجد في بيتك التاسع هو بيت حليف لإلك فعشان هيك شوي الأمور اليوم بتتحسن بشكل إيجابي بتحس بنوع من أنواع الطاقة الإيجابية اللي بتدعمك في كثير من المواقف يعني بتخفف عليك من ضغوطات الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا على المستوى النفسي لأجواء جيدة يعني اليوم أنت بتنشحن بطاقة كل ما اقتربنا لساعات الصباح الأجواء حليفة لإلك بتساعدك في بعض الأمور وبتخليك تنجز بعض الأمور بشكل جيد أهم شيء أنك تركز وتعرف إيش اللي بدك يا بالضبط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتساعدك على مستوى الأموال فممكن تحصل بعض الأموال أو المكاسب اليوم اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو أنك تفكر في طريقة معينة لتحسين الوضع المالي تاعك أهمش أنك تبعد عن المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بساعدك وبدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات ولكن كوكبك له عطارد اليوم بشكل زاوية صعبة فعشان هيك بتنتبه من التسرع واتخاذ القرارات الخاطئة أو بدك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء قيادتك للسيارة لأن الأجواء أنت رح تتأثر منها صحيح أنه عطارد بعيد عن البيت اللي له علاقة بالتنقلات ولكنه كوكبك بشكل مباشر فعشان هيك بيخلي فيه عصبية فيه ردات فعل سلبية فيه تشاؤمية عندك وبيخليك ما تقدر تركز بشكل كثير على كل المسائل أما بالنسبة للبيت الرابع فهي هو تكمل البيت الثالث خصوصا على مسألة التعامل مع الإخوة والجيران وبرضو بدعمك على مستوى البيت وحلاقاتك مع أفراد العائلة فممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو إنجاز بعض الأمور الضرورية خلال هذا اليوم أو ممكن تظهر مسألة بيتية أو عائلية بشكل مفاجئ تتطلب منك الاهتمام أو تتطلب منك التدخل يمفي منك ورح يهتم بشكل روتيني على أمور العلاقة بتصليحات وترتيبات أو مشتريات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء على المستوى العاطفي طبعا بسبب الكواكب الموجودة في العشرية الثالثة يعني بمعنى العشرية الثالثة هم أكثر ناس متأثرين بالفترة هاي من ناحية التأخير أو الإطرابات أو أمور بتتعلق بالأعطال الحضوض انسوها تماما ما تعلقوا على الحضوض نهائيا بالفترة هاي بينك وبين أحبائك وامسك وعصابك من ردات الفعل والمشاحنات أو ممكن أنه يكون في خلاف فالفترة هاي ممكن يكبر بشكل كبير الحظ ما بيدعمكم نهائيا فالعلاقات الضعيفة عرضة للانفصال بتكون بالفترة هاي وبتعدوا عن المشاكل ما بينكم وبين أبنائكم أو بينكم بين الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فاليوم بساعدك على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بعمل معين في منكم رح يهتم بمسألة يعني تطوير عمل معين حل مسألة وتتعلق بالعمل بينه بين أحد زملائه أو رؤساه بالعمل الأهم إنك ما تتغيب وحاول تنجز أعمالك بشكل كامل وركز ما تحاول تمسك أكثر من عمل مع بعض أهم شي برضو تهتم لوضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الشراكة يعني ما زالت الأجواء ما فيها هيك نوع من أنواع الوساوس أو الخوف أو القلق ولكن إجمالا اليوم أحسن من الأيام الماضية يعني فيه نوع من أنواع السلام فيه نوع من أنواع الهدوء في ساحة المعركة ما بينك وبين الأزواج يعني اليوم خذوا نفس هيك وهدنة عشان في الأيام اللي جاية تعيدوا الكرة مرة ثانية يعني تجمع أسلحتك هيك عشان تعرف كيف تهاجم أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الضغوط عالي جدا على مستوى البيت الثامن فعشان هيك بتخلي في بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة إلها علاقة في بنوك ضريبة تأمين أموال لإلك مش عارف تحصلها بتظهر بعض المسائل المالية المربكة بالفترة طبعا في ساعات الصباح القمر بنتقل للبيت التاسع يعني بصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات والفرصة أو فرص النجاح بتكون كبيرة وبتعود للإمساك بزمام الأمور هذه الفترة إيجابية جدا وبيسهل خلالها الحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب معك يعني الفترة هاي بتحمل أشياء لها علاقة بأمور السفر ولكن بدك تحذر من أورانوس لأنه بيعمل مفاجئات على كل إشي إحنا ذكرنا فبداك تكون حاذر من الأمور اللي بتتعلق بالأعطال أو الامتحانات المفاجئة أو القرارات المفاجئة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فهي بتدعمك على مستوى العمل وبتدعمك على مستوى علاقاتك بالعمل وعلى مستوى زملائك ورؤساك بالعمل يعني إذا كانت الأمور جيدة أو الأجواء جيدة استغلها للتقارب أو للتتقرب ما بينك وبينهم وحاول أنك تبعد عن الالتباسات أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتنشط بالعلاقات الاجتماعية واللقاءات فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مع أحد الأصدقاء يكون مثمر أو تحقق بعض النتائج الجيدة اللي تدعمك بشكل قوي وتكون لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك 12 فزي ما حكينا عطارد الشمس بيت متاعبك فمعنات وبدك تنتبه على عملك زي ما حكينا ما تحملش أكثر من عمل مع بعض ركز بشكل جيد انتبه لصحتك من بعض التقلبات ومن بعض التوترات تحمل الفترة هاي قلق على أحد الأحبة برج الميزان بالنسبة للبيت الأول طبعا الأجواء تقريبا نقدر نحكيينها يعني شيئا ما بلشت تتحسن لأنه القمر تحرك من مقابلك مباشرة في أشخاص بسألوا بقولك شو سبب الضغوطات اللي إحنا منحس فيها ليش هي الانتحاسة اللي إحنا قاعدين منضغط فيها ومنحس فيها طبعا أنا بدي أجاوبكو هو بصراحة السبب أن الشمس الآن موجود صحيح بالأسد هذا بيت أصدقاء بدعمك على مستوى بيت الأصدقاء وبوترك على مستوى بيت الأصدقاء بيخلي مزاجك شوية يكون متقلب وقاعد بتحرك باتجاه بيت متاعبك اللي هو للعذراء يعني أنت بلشت تدخل تلقائيا من فترة أسبوعين لمرحلة بيت المتاعب صرت تحسنه الأمور صارت تتخربط صارت تجيك مشاكل بشكل مفاجئ وطبعا هاي الأمور كل سنة بتصير بنفس الموعد بنفس المكان السبب أنه الشمس الآن بتتجه لبيت المتاعب وهاي ما بتتحسن الظروف بالشكل اللي أنت بدك إياه إلا لما يوصل عيد ميلادك عشان هيك بدك تكون جاهز ومتهيئ للفترة القادمة هاي وما تعلق آمالك على اللي بقولك 48 ساعة ممتازات واستغل الثمانية وأربعين ساعة القادمات أنا ما بضحك عليك أنا بعطيك الجواب الصافي وإنت إليك تأخذ فيه وإلك ما تأخذ فيه وإلك تقولي طز فيك ولا تقولي شكرا اللي أنت يعني يعني أعطيتني السبب ليش الأعطال هاي بتصير ومش عليك لحالك كل موليد الميزان كلهم متعرضين لهاي الضغوط بالفترة هاي والزي ما بقولوها مع الجماعة رحمة فخلينا نرجع لتوقعاتنا بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء منقدر نحيي إنه فيها بعض الفرص اليوم على المستوى المالي فممكن تحقق بعض الإنجازات المالية أو ترتب وضع مالي ولكن الأهم احذر من المصاريف المفاجئة أو الضغوط المفاجئة اللي ممكن تجيك على المستوى المالي حاول إذا كان معك فلوس تحافظ عليها ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بساعدك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وممكن تنشط اليوم في مشوار أو زيارة أو اتصال مهم وممكن تتلقى اتصال أو زيارة مهمة الأهم أنك تركز بشكل جيد برضو ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو يعطيك بعض الضغوطات على مستوى البيت أو لسه في نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت السبب طبعا أنه هذا الجدي وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس مضغوطين هو جزء من العشرية الثانية آخر يعني ثلاث درجات أو آخر ثلاث أبراج من العشرية الثانية هم برضو بشعروا بنفس الضغط هذا على مستوى البيت ومشاكل البيت والحدية والتقلبات والأشياء المفاجئة اللي بتصير على مستوى البيت وتقلبات المزاج والمسئوليات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها جيدة على المستوى العاطفي يعني شوي أنت مشحون بنوع من أنواع الإيجابية اللي هي بتلطف عليك الأجواء أو شاعر بالأمل أو تعطيك دف على أمل معين أو أنه أنت حاسس أنه فيه تغيير جاي على الطريق لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك السادس فهو جيد على مستوى العمل والصحة فهذا شوي بخفف من الأمور شيئا ما ولكن أهم شي أنك تبعد عن التهام الطعام بشكل كبير عشان الوزن اللي بتحافظ عليه أنه ما يزيدش بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فهونا برضو بتعمل نوع من أنواع الخلافات هذا المريخ اللي بيجيب مشاكل أو تقلبات بالمزاج أو قلق على الشريك أو على الزوج بالفترة هاي شوية حدية برضو مع شوية مشاكل الملح الحياة هاي الخلافات والنقاشات الحدي اللي بتظهر بشكل مفاجئ اللي بيفاجئك فيها الشريك اللي دايما بتعملك صدمة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا زي ما حكينا أن القمر تحرك هسا بدي يصير في بيتك الثامن فمن ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وممكن تفكر في أمور مستقبلية للإدخار قدم التنازلات وممكن تتراجع عن قرار أو خطوة اليوم سببت لك نوع من أنواع الإزعاج يعني الأجواء تقريبا بتدعمك في بعض المسائل خلال هذا النهار يومين وبصير القمر يعني في مكان بعطيك ثقة أكثر وقوة أكثر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات الخارجية أو تواصلك مع الأجانب أو الاهتمام بعلم أو دراسي أو موضوع معين يعني هاي بتدعمك بشكل جيد أهم إش أنك تركز وما تعتمد على الحظ إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك وبخلي فيه أشخاص حواليك بتنشط بهاي الأمور بشكل كبير ممكن يدعمك صديق بمسألة معينة وممكن يتلاقى معك على مسألة معينة وممكن أنه اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت تنشط بزيارة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا بدك تنتبه بشكل كبير على مستوى أمور العلاقة بالأصدقاء وتقلب في المزاج بينك وبين أحد العلاقات ركز بشكل جيد بدون تقلبات مزاج أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني الأجواء ما فيها سلبية كثيرة ماشي الشمس لسه ما وصلت لبيت متاعبك صحيح أنه ضغوط موجودة هي بتأثر عن مكان العمل بتأخر بعض الأعمال تعمل خلافات في مكان العمل وبرضو تعمل نوع من أنواع التقلبات أو القلق على المستوى الصحي حاول تهتم في هاي المسائل وأمورك بخير ما تراكم الأعمال عندك وما تأجل عملك لليوم الآخر برج العقرب طبعا المشكلة الكبيرة اليوم أنه القمر صار موجود مقابلكم تماما وهاي معناها بدعمك على المستوى على شيء ولكن بعملك أشياء يعني نطاقتك ضعيفة بتحس حالك تعبان ما إلك نفس في أشياء بتعملك تقلب بالمزاج شوي بتدخل في نوع من أنواع أو طور الاكتئاب أو الأفكار السلبية أو الإنزعاج فعشان هيك البيت الأول اليوم أنت متقلب في مزاجك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول تطلع من الجو اللي أنت فيه تحتك في المجتمع حاول ما تعزل حالك عن اللي حواليك يعني حاول تعطي حالك طاقة عشان تقدر تنجز الفترة اللي موجود فيها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا اليوم فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك أنت يقلقان من سبب وضع مالي أو ممكن أفكار ممكن تراكمات أو استياء من المرحلة القادمة تشاؤمية ما عندك قدرة التزامات زيادة ضغط مالي هاي الأشياء ممكن تفكر فيها اليوم وتتوارد على ذكرك كثير ممكن برضو أنه تستخدم الأمور المالية كوسيلة ضغط عليك فحاول قدر الإمكان ترتب أمورك بشكل جيد وحاول أنك يعني تمشي الأمور بعقلانية أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بعطيك نوع من أنواع الحدية والتقلب بالمزاج والتسرع في بعض القرارات حاول أنك ما تفرز سلطتك اليوم ما تدخل بنقاشات ولا حوارات لسانك لاذع جدا اليوم فعشانك ممكن اليوم أي حد تروح اللي أنت طاس وبهدلة تمسح في كرامة الأرض بكل أدب وبكل هدوء وإنت يعني بتضحك فعشانك يحاول قدر الإمكان يعني تبعد عن الحدية للتهاي عشان ما تفاقم المشاكل وما تختلق مشاكل أثناء تنقلاتك وحواراتك واتصالاتك بدك تكون مركز أثناء قيادتك للسيارة بدك تركز انتبه من بعض التشاش أو أنك ما تركزش مزبوط على أساس أنه ما تكونش عرضة للإصابات أو للحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تتعاملوا على حسب طبيعتكم فممكن اليوم يعني تنجز بعض الأعمال البيتية أو الاهتمامات المنزلية اللي تكون لمصلحتك ومصلحة أفراد العائلة ممكن يكون فيه لقاء أو اتصال أو حوار ما بينك وبين أخ أو جار أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم الأجواء تقريبا ألطف شوي عاطفيا يعني ممكن تجمعك بالحبيب أو تتواصل معاه أو تهتم فيه وممكن تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بالمسائل الفكرية يعني قراءة دراسة مراجعة موضوع معين اهتمام بهواية معينة بفكر معين ما يجيك رغبة لحضور فيلم مثلا رومانسي تبعد عن الضوضاء شوي يعني تقريبا الأجواء البيتية مع العاطفية شوي فيها نوع من أنواع الحكمة صحيح أن الأجواء ضاغط عليك في مسائل معينة ولكن أنت شوي بدك تلتزم باللي أنا حكيته عشان الأمور تمشي على خير وسلام بلاش تخربها من كل الجهات أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الضغط كبير على مستوى العمل مطلوب منك مسئوليات مطلوب منك واجبات مطلوب منك أعمال ممكن ترهق الفترة هاي بسبب كثرة الأعباء أو الأعمال أو التوتر على مستوى العمل أو أعمال تتراكم بشكل كبير وممكن تدخل ببعض النقاشات أو الحوارات أو تستاء من بعض الأصدقاء أو الزملاء في مكان عملك وبرضو انتبه لصحتك من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فزي ما حكينا أنه القمر برضو أورانوس وأورانوس بعمل زاوية تربيع مع عطارد فعشان هيك بدك تنتبه اليوم لغاية من ساعات الصباح صحيح أن هاي بتتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحاذر من الإنفعالات بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة أهمش أنك تكون صبور وما تتدمر الفترة هاي خالية من الحضوظ أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو المستوى الأموال المشتركة يعني ممكن تظهر بعض المسائل اللي تهتم فيها وخصوصا اللي على رأس عملهم أمور بنوك أو ضريبة أو تأمين أو أوراق عقود بوالس تأمين شحن وبرضو بعضكم ممكن يقلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تسمع خبر جيد اليوم بيجيك إما من أجنبي أو شخص خارج البلاد أو ممكن مراسلة أو رد على موضوع معين يكون لصالحك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني هنا بدك تنتبه هذا بيت السمعة بعمل بعض التقلبات فحاول قدر الإمكان ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر اليوم حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتمسك أعصابك من الإنفعلات خصوصا أثناء تعاملك مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فتقريبا الأجواء جيدة فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط أنت بزيارة بعض الأصدقاء هروب من الواقع أو عشان تشحن حالك بطاقة إيجابية فحاول أنك أنت تستغل هاي الفرصة عشان تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بنقول لك برضو يعني صحيح أنه ما في كواكب في بيت المتاعب ولكن شوي بفي نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بدك تنتبه على عملك رجعنا للعمل وبنتنتبه على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم الأمور ما رح تكون لصالحك وخصوصا كل ما اقتربنا لغاية ساعات الصباح السبب أنه القمر رح يتحرك ويصير في بيتك السادس وهو بيت العمل والصحة فعشان هيك اليوم رح تحس ببعض الارتباك أو بعض الضغط النفسي أو التوتر أو الاستياء من بعض الأمور شوي مزاجك ما رح يكون مطمئن ولا رح تكون أنت مرتاح خلال هذا اليوم ممكن تتكالب عليك الذكريات أو شوي هيك مزاجك شوي يكون في نوع من أنواع التقلب والحدية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها برضو ممكن تستاء من ضغط مالي أو من وضع مالي معين يظهر على الساحة ممكن تجد بعض الأمور أو المصاريف أو الارتباكات من مسائل مالية ممكن شوي يصير في نوع من أنواع البذخ أو الإصراف لزيادة في بعض النقاط حاول قدر الإمكان أنك تحسم أمورك أو تركز فيها بشكل جيد بدون ما تورط حالك بمسائل مالية بدون ما تدرسها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء على مستوى تنقلاتك واتصالاتك روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ممكن شوي تحاول تفرغ من الغضب اللي عندك أو الطاقة السلبية هاي بخروج أو بحركة أو برياضة أو بنشاط بدني معين أو ممكن أنك تنشط بتنقل بالسيارة أو سفرة قصيرة أو شغلة زي هيك بس عشان تهرب من هذا الضغط حاول أنك تركز بشكل جيد وما تندفع وما تتهور لا بكلامك ولا باتصالاتك ولا بتنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى البيت شوي أريح من الأيام الماضية اليوم فيه نوع من أنواع التواصل أو التفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل اللي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو رفقة معينة لزيارة عائلية أو تواصل عائلي أو حل مشكلة عائلية لتكون أنت طرف فيها حاول أنك تكون طرف إيجابي وما تحاول أنك تصدر قرارات شوي تكون سلبية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا ما زالت الأجواء على المستوى العاطفي يعني بتحمل نوع من أنواع الضغوط يعني في شخص علق تعليق بقول لك أنه طيب أمتى بدك تظلك تقول لي أنت يعني ماسك أمسك أعصابك أمسك أعصابك أمسك أعصابك أمتى الوقت المناسب اللي أنا أفش غلي في الحبيب فبقول لك أنه هاي الفترة إذا أنت بتفش غلك في الحبيب مش بتنعن سنسفيل أهله لا أنت بالفترة هاي رح تجيب له الدور فعشان هيك ما عشان ما توصل لمرحلة أنك تخرب كل الدنيا اليوم إذا ناوي تنهي وتنهي حياته يعني فعادي يفتح النقاش يعني هاي الفترة للحسم لأمور ما فيش من مجال للرجعة فيها فإذا بدك تنهي بدون رجعة فيش غلك أنا معك في هذا الموضوع أما إذا أنت بس بدك تعالج مشكلة فاليوم تقدر أنك تصبر شوي عشان تعالجها بالفترة القادمة لأنه الأمور ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط أما بالنسبة للبيت السادس فمنقول أنه القمر تحرك الآن من البيت الخامس أبدأ ينتقل للسادس في ساعات الصباح فعشان هيك ممكن يتراكم عندكم بعض العمل ولكن أنتوا قادرين على إنجاز جزء منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور ولا الأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق المهني أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنها يعني جيدة على مستوى بيت الشراكة يعني بتتعاملوا على طبيعتكم روتينية ما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي ولكن فيه نوع من أنواع الهدوء أو السلمية أثناء التعامل مع الأزواج أو بين الأزواج ممكن أنك تسيطروا على انفعالاتك في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تعزز وبعض الأمور المالية اللي تكون لصالحك ممكن مكاسب أو اهتمامات بحقوق لا إلك أو أموال بتحاول أنك تحصلها خلال هذا اليوم استغل الفرصة الفرصة متاحة للمكاسب المالية أو استرداد أموالك أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بنقول لك بدك تدير بالك بشكل كبير على مستوى الامتحانات والمناقشات اللي بتطلب استعداد وتركيز في نفس اللحظة ومزاجك شوي متعكر اللي بيلعبوا رياضة بدهم ينتبهوا من الإصابات بالفترة هاي لأنه الأجواء مش مساعدة وبرضو ما فيه تركيز عندكم اللي عنده دراسة بدهوا يركز لأنه شوي الفكر مشتت بدهوا برضه نوع من أنواع التركيز حتى تواصلكم مع أجانب أو شركات أو مؤسسات أجنبية حاولوا ماثيروا المشاكل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة يعني ما فيه أي شيء سلبي بخوف فعشان يكبرده بتنشطوا بعلاقاتكم ما بينكم وبين زملائكم أو رؤسائكم بالعمل وممكن أنه تنجزوا بعض الأعمال بشكل متعاون أو تتعاون أنت هو شخص معين لإنجاز بعض الأعمال وتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 برضو روتيني فعلاقاتك وأصدقائك وتواصلك معهم بيكون بشكل روتيني فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو تواصلك معهم وممكن يجيك خبر برضو عن صديق شوي يكون فيه نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا منقول لك شوي الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط وتحمل قلق على أحد الأحبة وبرضو انتبه لصحتك بشكل جيد وحاول تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم برج الجدي طبعا كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما صارت الأجواء أحسن وأحسن بالنسبة لإلك بشكل كبير اليوم الأجواء تقريبا بتصير إيجابية بتنشحن بطاقة تقدر تنجز أشياء مهمة بتلاقي أن الحظ بيدعمك في بعض المسائل اللي ممكن تكون لمصلحتك في بعض الأوقات حاول أنك تستغل هذا النهار في إيجابية عالية جدا وخصوصا مع ساعات الصباح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية هي روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على مستوى وضعك المالي بشكل روتيني ممكن تحمل لك بعض المصاريف أو الدفعات أو الاهتمامات المالية وفي منكم ممكن يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات هدايا مع تقدش أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الرغبة للانطلاق أو التحرك أو التواصل أو الاتصالات بتنشط بأمور إلها علاقة بالحركة أكثر ممكن اليوم يعني تعزز بعض الأمور بشكل جيد ممكن تتسوق لشيء بشكل جيد ويكون لمصلحتك أهم إشيء أثناء تنقلاتك وحوارك إنك تكون مركز شوي في تشتت بالذهن عندك وما في تركيز بالكلام فممكن تعصب أو يطلع منك كلام يعني شوي ما فيه إلو داعي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت فيها بتحمل نوع من أنواع الضغوط على مستوى البيت والعائلة تحمل توتر أو قلق على أحد أفراد العائلة أو مسألة عائلية أو نقاش أو حوار أو مشكلة معينة أو ممكن شوية أحداث ظهرت على مستوى البيت زي عقار أو شراء عقار أو شغلة فكانت متراكمة عليك في الأيام الماضية ليهم ممكن تجد بعض الحلول لإلها وممكن بعض الاهتمامات تكون لمصلحتك أو يعني تنحصر الضغوط بشكل جيد ولكن ابتعد عن الأمور اللي فيها عصبية وحدية أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا مع ساعات الصباح القمر بصير موجود في بيتك الخامس في الثور بتلاقي أنه عندك قدرة اليوم للتقرب أو رغبة للتقرب مع أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعتكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا فبتجد حليف بيدعم تصوراتك ما تستسلم بل كرر المحاولة ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة وتميل للتنقلات أو للسفريات القصيرة أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء جيدة رومانسية بتحمل نوع من أنواع النجاح والحظ بدعمك في مسائل كثيرة ولكن بدك تحاول أنك تنتبه ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمام في مسائل عملية أو عقود أو اهتمام لمراجعة بعض البنود أو دراسة جديدة وفي من كورة يهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك على مستوى الشراكة فممكن اليوم تعززوا من شراكتكم أو تعمل دفعة تساعد لعملية مصالحة معينة أو تقارب ما بينك وبين الزوج فممكن اليوم برضو تنشط ببعض المسائل القانونية أو محكمة مثلا أو أوراق أو معاملات ولكن راح تكون لصالحك مش ضدك بالفترة هاي يعني التطورات إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن هنا بدك تركز على الأموال المشتركة اليوم ممكن أنك تفقد فلوس أو ينتصب عليك أو ينضحك عليك أو تستغل في قيمة مالية أو بمال معين وممكن توقع على ورق أو على عقد أو تشتري شيء بدون ما تنتبه لك كفالته بدك تحذر لهاي الأمور وما تكفى الحد وركز على أموالك من السرقة أو الضياع أو فقدانها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى اتصالاتك لبعيدة والامتحانات والحوارات والمؤسسات التعليمية أو أشياء لها علاقة بالأجانب أو أشخاص خارج البلاد تقريبا بتتعامل بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت السمعة وبتعزز من علاقاتك في مكان العمل وبتنجح اليوم في أمور إذا حاولت أنك تقدم العمل أو مقابلة أو نقاش على مستوى العمل برضو تعطيك فرصة ممتازة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يظهر صديق أو حليف يساندك أو يساعدك في مسألة معينة أو يدعمك في مسألة معينة أو ممكن تنجز بعض الأمور بشكل إيجابي انتوياب تعاون يعني وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين حاول قدر الإمكان تعمل تقارب أو حلف أو تعاون وما تتردد أنك تطلب المساعدة أو الدعم من صديق بالفترة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما فيها أي مخاطر عليك يعني تقريبا بتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد وما بتخلي يعني حاول أنك ما تخليها تتراكم حاول أنك تركز ما تحمل عملين في وقت واحد إنجز عمل بعدين انتقل للي بعديه إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي يحاول أنك تراجع طبيبك يعني نوع من أنواع الوقاية وبرضو ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة أو زيارة مريض أو عيادة مريض أو الاهتمام بشخص ممكن في المستشفى يكون أو خارج من المستشفى برج الدلو طبعا اليوم القمر رح ينتقل من بيتك الثالث رح ينتقل لبيتك الرابع ومعنى بيتك الرابع يعني تربيع مع برجك وهو من الأبراج اللي بيكون مش مناسب لإلك فعشان هيك شوي في نوع من أنواع الضغوط على المستوى النفسي وتقلبات ونوع من أنواع الحدية في بعض الأوقات بتحس بنوع من أنواع الفتور أو بتلاقي أنه الروتين اليوم بيكون مخيم أو مسيطر على كثير من تحركاتك وقراراتك وإنجاز أعمالك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو تفكر في حل مسألة لها علاقة بالعمل بيساعدك الأمر في حلها أو تأجيلها تأجيل ديون مثلا أو دفعات أو الاهتمام بجدولة بعض الحسابات يعني بدك تركز بشكل جيد وحاول تبعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا هنا بتوترك ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط بتعطي نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو التوتر أو إصدار قرارات أو تتصلب في رأيك أو تحاول أنك تتحكم بالأشخاص اللي حواليك حاول قدر الإمكان تبعد عن الضغط أو المشاحنة ممكن اليوم تتعب أو تكون مرهق من كثرة الأعباء أو الحركة أو المشوير أو الالتزامات اللي بتكون عليك حاول أنك تركز بشكل جيد وانتبه أثناء الحركة من الإصابات أو أثناء قيادتك للسيارة لبعض الأعطال أو أمور العلاقة بالحوادث أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر رح ينتقل من البيت الثالث للبيت الرابع فممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم وبرضو من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك أهم إش أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالإنزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته وقدم المساعدة للي بيحتاجها ولكن ممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو العائلية بشكل مفاجئ وممكن تظهر بعض الأعطال بشكل مفاجئ أو الاهتمام ببعض الأمور اللي بتتعلق بأفراد العيلة اللي بتظهر برضو بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا روتينية على المستوى العاطفي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا بتتعامل على حسب طبيعتك يعني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تتعامل طبيعي ممكن يجمعك لقاء مع الحبيب اليوم أو تفكر في بعض المسائل الفكرية أو دراسة موضوع أو فكرة معينة أو تعزز بعض النقاط بقوة خلال هذا اليوم وممكن تمارس هواية معينة ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع ابن أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فهي بتدعمك بشكل قوي وبتعزز من علاقاتك وقدرتك على إنجاز بعض الأعمال وممكن يظهر عمل بشكل مفاجئ أو يتم الاتفاق على عمل معين ويدعمك الأمر بشكل كبير وممكن يعني أمور صحية تظهر على الساحة بشكل إيجابي أو تتماثل للشفاء أو أنه أمور إلها علاقة ببعض الأدوية أو صرف بعض الأدوية المهمة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بدك تكون حذر اليوم بشكل كبير أثناء تعامل الأزواج مع بعض وخصوصا من موليد برج الدلو مع أي برج آخر ليش؟ لأنه اليوم عطارد بيسبب زاوية تربيع وهاي بتعمل سوء تفاهم، بتعمل أغلاط، بتعمل أخطاء، بتعمل أشياء شوي ممكن تنكشف بعض الأمور ممكن أمور إلها علاقة أحتيها بصراحة يعني دير بالك على تلفونك دير بالك على تلفونك حاول تخلي تلفونك معاك خصوصا إذا أنت على علاقة ثانية غير زوجتك أو علاقة غير زوجها تمسك تلفونها مضبوط تمسك المقتنيات اللي ممكن تنكشف لأنه اليوم عرضة لأنه تنكشف الأمور هاي وتصير خلافات لأنه عطارد اللي له علاقة بالمواصلات والاتصالات والعلاقة بالفكر يعني هو اللي عمل زاوية سلبية يعني أي شيء له علاقة بالتلفون بالمراسلات بالاتصالات بالتلفونات بالتنقلات بالسيارات بالمشاوير اللي غير مشروعة عرضة للانكشاف خلال هذا اليوم وبرضو في نفس اللحظة بدك تركز على هسه واحد hoy تقول لك يعني أنت بتستر عن ناس اللي بتعمل مشاكل لا يعني هذا واجبي هذا الشغلي أنا بحكي الإشي بكل شفافية الإيجابي والسلبي لا المنح ولا العاطل أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بتكون تنتبهوا اليوم من أمور العلاقة بالأموال المشتركة من مصاريف أو ظهور بعض المصاريف أو بعض الالتباسات أو بعض التراكمات اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية يعني تعاملكم مع الأجانب وأشخاص خارج البلاد أو مراسلات أو اتصالات كلها بتكون بشكل روتيني لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم بتنجزوها أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة يعني حاول أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة عزز من علاقتك مع زملائك ورؤساك بالعمل بدون خلافات وبدون ما تتغيب أو تتأخر عن دوامك عشان الأمور تكون لصالحك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو بدعمك بلقاءات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء طاغطة فبدك تهتم بعملك ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وبرضو بدك تهتم بصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ حاول تراجع طبيبك وتستشير طبيبك إن دعت الحاجة ممكن تحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا القمر اليوم رح يتحرك برضو لمكان حليف لإلك لبيتك الثالث فعشان هيك اليوم بتكون نفسيتك أحسن في نوع من أنواع الاستقرار أو في نوع من أنواع الطاقة الإيجابية موجودة عندك بتحاول إنك تنجز كثير من الأشياء أو المهام خلال هذا اليوم وممكن تهتم بمسائل لها علاقة بتطوير الذات بالتجميل بتغيير الشخصية بالاهتمامات الروحية أو الروحانية أو الأشياء هاي يعني بكون لك اليوم يعني قدرة على شحن حالك بطاقة إيجابية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغوط على المستوى المالي بتحمل نوع من أنواع تبذير أو الصرف أو عدم الاكتراث للوضع المالي أو مصريف الزيادة بتظهر لك بشكل مفاجئ أهمش إنك ما تنفعل وما تعصب وما تحتد على وضع ماله معين يعني حاول إنك تركز على أمورك بشكل إيجابي بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني القمر حكينا رح ينتقل للبيت الثالث يعني فعشانك من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على أمور السفر وأمور الدراسة وأمور الاتصالات الفترة هاي مناسبة للخروج والنزهة وخصوصا النزهة القصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار أهمش إنك تكون عنصر إيجابي وما تسبب النفور للأشخاص اللي حواليك اتفهم الآخرين وابقى هادئ ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوي بل كرر المحاولة السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة حاذر من السرعة وحاذر من عدم التركيز ومن سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت الروتينية يعني بتنجزوا عملكم البيتية بشكل روتيني عندكم بعض الاهتمامات العائلية أو الاهتمامات لإنجاز بعض الأمور اليوم بشكل إيجابي ممكن تهتم بمسألة بتتعلق يعني بأحد أفراد العائلة أو أنت يكون لك بعض النشاطات اللي إلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي هو جيد بيدعمك الحظ في كثير من المسائل فترة هاي ما في داعي للقلق ولا للخوف يعني في بعض المسائل العاطفية اللي ممكن تظهر على الساحة أو اهتمامك بالحبيب أو هواية معينة أو ممارسة رغبة تحاول أنك تعملها أمور إلها علاقة بالتجميل أو التجديد أو النشاطات البدنية أو تحسين الجسم رجيم دايت أي شيء من هذا كل هاي الأمور بتكون لصالحك ممكن يكون لك تعامل جيد مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ضاغطة بشكل كبير على مسألتين يعني اليوم بالذات بدك تنتبه على هاي دول المسألتين بشكل كبير ركز في عملك ما تتغيب عن عملك دير بالك من الأخطاء في مكان عملك أو من العمل اللي أنت بتنجزه حاول أنك تحذر من بعض الأعطال اللي ممكن تصيب بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالعمل أو علاقتك مع زملائك رؤسائك زبائنك أي حدا ولكن برضو المسألة الثانية الوضع الصحي اليوم حساس جدا فعشان هيك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية تركز على علاج نفسك تركز على أدويتك حاول تراجع طبيبك إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي حاول أنك أنت يعني ما تستسلم للوساوس برضو عشان أنت تقدر تتجاوز المرحلة هاي تذكر أنه العلاج النفسي 70-75-80% من العلاج أسأل الله أنه ما يضر حد فيكو والمريض منكو يتشافى ويتعالج ويعود يعني لا صحته ولا أهله أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها من نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العلاقة الزوجية يعني ما فيه أي شيء فيه مخاطر بالعكس فيه تعاطف الفترة هاي فيه تلاقي فيه تقارب فيه مصالحة فيه ود ما بينكم بجمعكم بشكل كبير حاولوا أنتم تستغلوها للمصالحات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تظهر بعض الأمور المالية أو تحصيلات أو اهتمامات يعني بتكون لصالحك في بعض الأوقات ممكن تهتم في بنك أو ضريبة أو تأمين أو مصاريف علاجية أو بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور علمية أو ثقافية يعني الشغلة تقريبا منقدر نحكي إنها شبه روتينية بتتعامل على طبيعتك ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فما في أي مشاكل برضو يعني بتقدر تدافع عن سمعتك وتعزز سمعتك وتطلب المساعدة من بعض الأشخاص إنهم يساعدوك في مسألة معينة ممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد وممكن يصير تعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ولكن زي ما حكينا ابعد عن الحدية والأخطاء وركز بالعمل اللي بين إيديك أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء تقريبا يعني لأجواء ضاغطة ولكن على العشرية الثالثة هم هدول أكثر ناس في خلافات ما بينهم بين أحد الأصدقاء أو استياء من تصرف صديق أو تقصير أصدقاء باتجاهك أو إهمال بعض الأصدقاء للتعاطي مع وضع معين أنت عايش فيه يعني هاي الأشياء ممكن تحز بنفس موليد كل الحود ولكن أكثر هم موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة لبيتك 12 فما فيه أي مشاكل للأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن أنك تهتم ببعض المسائل العمل بشكل إيجابي وبرضه ممكن أنه يدعمك الحدود في بعض المسائل الصحية وممكن تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة باهتمام بشخص في مستشفى أو زيارة مريض هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا